ويكي بودكاست سلسلة بودكاست حول ويكي بيديا ومجتمع ويكي نيوديا أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات أهلاً ومرحباً بكم معنا في الحلقة الثامنة من البودكاست الشهري ويكي بودكاست البودكاست اللي تيل قندرة على العالم دي الويكي بيديا الموسوعة في كل حلقة غدينتعرفوا مجموعين على موضوع جديد برنامج جديد أعضاء جدد الحلقات غدتكون بلغات ولهاجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية أنا لبناءت أومست عضوة مجموعة مستخدمي ويكي بيديا المغرب في الحلقة دي اليوم غدينتعرفوا على واحد من أهم مشاريع ويكي بيديا المغرب البرنامج اللي اشتغلوا عليه بحب وتفاني برنامج منكم وإليكم وتتعلق بأحد أعمدة المجتمع وأهم شروط الرقي والازدهار قراءة ويكي بيديا في القسم قراءة ويكي بيديا في القسم أو في الفصل هو برنامج تدريبي رائد لمؤسسة ويكي بيديا تهدف إلى مساعدة المدرسين والمتعلمين على تطوير مهارات المحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية الحيوية للقرن الحادي والعشرين كيف ما نستطع لها منظمة اليونيسكو بما في ذلك فهم كيفية إنتاج المعلومات كيفية الوصول إلى المحتوى والتقييم دياله عبر الإنترنت كيفية فهم التحييزات والفجوات المعرفية في المعلومات المستهلكة باش نزيدوا نتعرفوا على البرنامج غادي ترحبوا معايا بالضيوف ديالي سيمونير نتي والأستاذة حيات أهلا مين قبل ما نبدأوا الحلقة ديالنا وتعرفوا على الضيوف بغيت نقول لكم مستمعين ومستمعاتنا الكرام شكرا على حسن استماع لجميع الحلقات اللي دازوا لحد الساعة وشكرا على رسائلكم وتشجيعكم لينا ونتمنى تدوزوا معنا اليوم وقيت تزوينا بلا ما نجد نطول عليكم مستمعين ومستمعاتنا رحبوا معايا بالضيف الأول سيمونير نتي وهو عضو بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب والمسؤول عن مشروع قراءة ويكيفيديا في الفصل مرحبا بك في برنامجنا سيمونير شكرا أستاذة لبناء أهلا بك مرة أخرى ضيفتنا الثانية هي أستاذة مادة اللغة الفرنسية وعضو بشبكة القراءة بالمغرب وأيضا بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب سيدة حيات أهلا مين أهلا ومرحبا بك مرحبا لبناء مرحبا بكل من يستمع إلينا شكرا على الاستضافة أرجو أن تكون مساهمتي في بودكاست اليوم مفيدة وهديفة أهلا بك مرة أخرى الأستاذة حيات ونحن سعداء بالاستضافة ديالك معنا شكرا لكم على الانضمام مننا اليوم نبدأ بالحديث على المشروع سيمونير كيف شجعت الفكرة ديال تأسيس المشروع شنون اللي يخل لكم تفكروا في برنامج قراءة ويكيبيديا في الفصل نعم يعني فكرة هذا التدريب قراءة ويكيبيديا في الفصل يعني الفكرة جاءت من مؤسسة ويكي ميديا يعني الفكرة ليست فكرة لنا نحن كم جموعة بل هي فكرة جاءت بها المؤسسة وحاولت المؤسسة أن تقوم بتنزيل هذا التدريب في عدة دول في العالم في البداية كانت تجربة مع ثلاثة دول فقط وهي المغرب وبوليفيا والفليبين يعني كانت تجربة رائدة بهذه الدول وبعد نجاح يعني هذا المشروع في هذه الدول يعني حاولت المؤسسة أن تقوم بتعميمه في دول أخرى يعني هكذا جاءت فكرة هذا التدريب سيمونير أنتو محطيتو في الأهداف ديال البرنامج هو المساهمة في محول الأمية المعلوماتية وتدريس مهارات القرن الحادي والعشرين الحيوية مثل التفكير النقضي والتواصل والمساهمة كيفاش غادي تم هاتشي؟ نعم يعني محول الأمية الإعلامية والمعلوماتية هو مفهوم جاءت به منظمة اليونيسكو هذا المفهوم ينطلق من مبدأ مهم وأن استخدام الأنترنت هو ليس شيء سهل يعني استخدام الأنترنت يتطلبوا يعني نوع من المهارات هذه المهارات يجب أن تكتسب يجب أن يتم تلقينها للأشخاص بصفة عامة وبالتالي جاء هذا المفهوم كي يضع تصورا نظريا لطريقة يمكن أن نلقن بها المهارات اللازمة من أجل استخدام الأنترنت بشكل جيد يعني لا يمكن مثلا أن نتصور مثلا شخص يقود سيارة وهو لا يتوفر على رخصة سياقة يعني سيسوق تلك السيارة بشكل عشوائي وسيحدث الفوضى نفس الشيء بالنسبة لإستخدام الأنترنت لا بد أن تكون لدينا مهارات معينة نكتسبها من خلال تكوين معين كي يصبح استخدامنا للأنترنت استخداما إيجابيا لا يؤثر علينا سلبا ولا نؤثر من خلاله على الآخرين بشكل سلب سيمونير هنا بغيت نسولك على كيفاش كتقوموا بالتفعيل ديل هذا البرنامج والعمل عليه بمعنى آخر أشنو هي الصيغة اللي تتشتغلوا بها؟ هل هي عن بعد أم حضورية؟ أو كيفاش كيتم الإشتغال ديلكم؟ نعم بالنسبة للإشتغال في هذا المشروع فهناك صيغتين أساسيتين الصيغة الأولى هي صيغة يعني تتم بشكل حضوري وهناك أيضا الصيغة الأونلاين أو عن برد يعني هاتين الصيغتين لم يأتي بشكل اعتباطي ففي البداية كما قلت المغرب كان دولة رائدة في تنزيل هذا المشروع يعني تم اختيارهم طلب مؤسسة ويكيميليا كي تنجز فيه النسخة الرائدة أو النسخة الجريبية من المشروع وهذا أعطانا يعني رياضة في هذا المشروع على المستوى العالمي حين اقترحت علينا المؤسسة هذا المشروع في البداية كان مفترضا أن يتم تنزيله بشكل حضوري وبالتالي جميع الموارد البداغوجية والوطائق تم اعدادها على أساس أن يتم التدريب بشكل حضوري لكن في آخر لحظة ومباشرة قبل البداية في التدريب يعني جاءت أزمة كوفيد 19 كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية المرتبطة به وأصبح من الصعب أن يتم تنزيل هذا البرنامج بشكل حضوري وبالتالي اضطررنا أن نقوم بالتدريب عن بعد لكن كما قلت فالتدريب تم إعداده كي يكون حضوريا وبالتالي اضطررنا أن نقوم بالتدريب بشكل أونلاين رغم يعني عدم توفرنا على مجموعة من المسائل الأساسية ومن بين المسائل التي لما توفر عليها مثلا منصة خاصة بالتدريب وبالتالي اضطررنا لاستخدام منصة فيسبوك يعني منصة فيسبوك توفره خاصية من أجل التعلم فقمنا باستغلال هذه الخاصية لكن هذه التجربة حققنا من خلال يام جموعة من الأهداف لكننا لم نصد إذا المستوى المطلوب أو المستوى الذي كنا نطمح إليه وبالتالي فكرنا في استبدالها بطريقة أخرى أو بصيغة أخرى وهي الصيغة الحضورية من أجل أن نتجاوز الهافوات التي وقعنا فيها في التجربة التي كانت عن بعد عبر منصة فيسبوك وفعلا تجاوزنا مجموعة من المشاكل وحققنا نتائج أفضل حين اعتمدنا على الصيغة الحضورية يعني بعد أن والحمد لله أن تجاوزنا أزمة كوفيد والإجراءات المرتبطة بها وعدد الحياة إلى طبيعتها لكن خلال النسخة الثالثة من هذا التدريب عدنا مرة أخرى إلى الصيغة عن بعد لماذا عدنا لهذه الصيغة بعد هذه المدة لأننا كان لدينا الوقت الكافي كي نشتغل ونوفر بيئة مناسبة من أجل تدريب الأساتيدة أونلاين هذه البيئة هي عبارة عن منصة رقمية اسمها ويكي تعلم ويكيلر هذه المنصة تم إعدادها خصيصا من أجل تدريب الأساتيدة في هذا المجال وتوفر لهم بيئة تعلم مناسبة ومحفزة وبالتالي استطعنا من خلال هذه المنصة أن نحقق نتائج أفضل من تجربة الأولى التي كانت عبر فيسبوك وأيضا أفضل من تجربة التي كانت حضوريا لأن هذه المنصة تمكننا من التسبوع من تسبوع يعني تقدم الأساتيدة وتسبوع التأثير بشكل أفضل وتمكننا أيضا من الاشتغال مع عدد أكبر من الأساتيدة وتجعل تجربة التعلم عند الأساتيدة أيضا أفضل من التدريب الحضوري أو من التدريب عبر فيسبوك جميل جدا سيمونير العمل اللي تتقموا به كيف ما قلتوا الهدف من هذا البرنامج هو نحو الأمية المعلوماتية واستخدام المعلومات بطريقة جيدة واشتتقدروا تتبعوا هذه الأساتيدة اللي يستفدوا من هذا التدريب باش تعرفوا مدى استخدامهم لهذه التقنية هذه نعم ربما هذا السؤال يعود بنا إلى السؤال الأول يعني فكما قلت لابد أن يكون عند كل شخص يعني مهارات معينة قبل أن يستخدم الأنترنت كي يكون استخدامه لها سليما ومن هذا المنطلق يعني نعتمد على منهجية منهجية يعني وضعتها اليونسكو وقمنا ب يعني اعتمدنا عليها من أجل تطوير طريقة عمل أو يعني أسلوب من أجل تدريس هذه المهارات بشكل ينسب الأساتيدة وينسب البيئة العامة في المغرب وينسب أيضا المتعلمين هذه المنهجية يعني تعتمد على ثلاث يعني على ثلاث مبادئ أساسية هذه المبادئ يمكن أن نختصرها بسرعة المبدأ الأول هو يعني الوصول إلى المعلومة أو الولوج إلى المعلومة بالنسبة لنا الشخص المؤهل لاستخدام الأنترنت هو الشخص الذي يجيد استخدامها قبل كل شيء يعني يعرف كيف يبحث عن المعلومة يعرف كيف يترجم رغبته في البحث عن المعلومة إلى كلمات مناسبة من أجل البحث يعرف كيف يستخدم يعني التكنولوجيا بصفة عامة كيف يستخدم محرك البحث كيف يميز بالنتائج التي التي تظهر له إلى آخر يعني مجموعة من الأمور المرتبطة بالوصول إلى المعلومة واستخدام تكنولوجيا من أجل الوصول إلى المعلومة في الفضاءات الرقمية المبدأ الثاني الذي نشتغل عليه هو تقييم المعلومة يعني بعد أن نبحث عن المعلومة في الأنترنت ونصل إلى المعلومة التي نرغب في الوصول إليها هل تلك المعلومة فعلا صالحة للاستعمال أم هي ليست صالحة للاستعمال وهنا يأتي دورة تقييم يعني نحاول أن نمرر للأساتذة أن استخدام المعلومة يجب أن يتم بشكل نقدي يعني لا بد أن ننمي عند المتعلمين نظرة نقضية للمعلومات الموجودة على الأنترنت قبل استخدامها وذلك من خلال نظام تقييم يعني ندرسه لهؤلاء الأساتذة على أساس أن يتم تمرره للمتعلمين والمبدأ الأخير والذي نحاول التركيز عليه هو يعني خلق المعلومة بالنسبة لنا من المهم أن كل شخص يستخدم معلومة على الأنترنت أن يكون واعيا كيف خلق استيك المعلومة تلك المعلومة التي سيجدها في الأنترنت كيف وصلت إلى هناك وإذا أرد هو أن يصبح مساهما في نشر المعرفة هل يمكنه ذلك أم لا وكيف يمكنه أن يصبح هو بدوره نشرا للمعرفة وبالتالي يعني هذه المبادئ ثلاث نعتمد عليها في يعني وضع بضغجية عامة ندرس بها ومن خلالها نحاول أن نكون الأساتذة ليصبحوا بدورهم يعني موجهين للمتعلمين والهدف الأخير هو أن يصبح لدينا يعني مواطنين رقميين قادرين على استخدام المعلومات على الأنترنت بشكل سليم سأعود إلى السؤال ربما تهت عنه قليلا فكيف نعرف هل حققنا الأهدف أم لا فعلى مستوى يعني قياس الأثر أو قياس الأثر الذي نحدثه فهناك قياس على مستوين ربما على مستوى بعيد المدى وعلى مستوى قصير المدى على المستوى القصير المدى فنحن بحاجة لمعرفة هل هؤلاء الأساتذة الذين نشتغل معهم هل فعلا تمكنوا من الأهداف التي كنا نريدهم أن يتمكنوا منها ويعني هل قاموا بتنزيل هذه الأهداف في فصولهم أم لا من أجل معرفة هل هؤلاء تمكنوا من الأمور التي كنا نريدهم أن يتمكنوا منها ففي هذا الإطار قمنا بالعمل بمنصة ويكي ليرن ويكي تعلم التي أخبرت توقي عليها مسبقا فهذه المنصة توفر لنا مجموعة من التقنيات هذه التقنيات تمكننا من اختبار هل هؤلاء الأساتذة فعلا تمكنوا من هذا التدريب أو من مخرجات هذا التدريب أم لم يتمكنوا منه فمن لم يتمكن من مخرجات التدريب فبكل بساطة لن ينجح لأن هناك نظام تنقية تعتمده المنصة بشكل أوتوماتيكي هذا النظام يعني يمنح إمكانية النجاح فقط الأساتذة الذين فعليا تمكنوا من التعلومات التي تلقوها خلال فترة التدريب هذا من ناحية التمكن من التعلومات والأهدف من ناحية التنزيل حين يتمكن الأستاذ من التعلومات لا يعني بالضرورة أنه سيقوم بتنزيل هذه التعلومات في قسمه مع التلاميذ وهو طبعا من ناحية الحرية في ذلك لكننا طبعا بما أننا نقوم بمجهود مع هؤلاء الأستاذة فنفضل أن يكون نزيل كي يستفيد المتعلم وفي هذا الإطار قمنا بزيارات لبعض الأستاذة يعني هم عبروا عن رغبتهم في استقبالنا وقمنا بزيارات لمجموعة من المؤسسات في مدن مختلفة في المغرب لأستاذة استفادوا من التدريب وحضرنا معهم حصص ورأينا كيف نجحوا في نزيل مخرجات التدريب في أقسامهم مع تلاميذهم يعني هذا قياس تتير على مستوى قصير المدى على مستوى بعيد المدى فهل المتعلمين أو التلاميذ فعلا سوف يتمكنون من هذه المهارات التي سيلقنها الأساسدة لهم فهذا الهدف لا يمكن قياسه في وقت قصير بل يجب أن ننتظر مدة زمنية طويلة كي نتمكن من قياس هذا التأثير وهل فعلا هؤلاء التلاميذ أصبحوا قادرين على استخدام المعلومة على الأنترنت بشكل سليم لا يهدد سلامتهم ولا يهدد سلامة الآخرين أم لم ننجح في هذا الأمر ويعني ظل الاستخدام الأنترنت يتم بشكل عشوائي يعني دون الالتزام بمعايير التقييم إلى آخره فيعني هذه هي الأساليب التي نعتمدها من أجل قياس التأثير ومعرفتها الفعلا نحن تمكننا من خلق من تحقيق أهدافنا أم لا شكرا لك سيمونير على الجواب ديالك وهنا معنا الأستدحايات الأستدحايات هي أحد المستفيدين من تدريب قراءة ريكيب بيديا في الفصل أستدحايات كيفاش تعرفتي على هذا البرنامج هذا وكيف أجدتك الفكرة أنك تشاركي فيه؟ إذن كما سبقت سيشارتي أنا عضوة في شبكة القراءة المغرب إذن توصلت برابط المشاركة عن طريق شبكة القراءة المغرب لأنها تتشغل بشاركة مع ويكيبيديا المغرب في مجموعة من المشاريع ومن ضمنها مشروع ويكيبيديا داخل القسم إذن بطبيعة الحال سجلت الإسم ديالي وانخارطت في المشروع في نسخته الثانية واستفدت من تكوين عن بعد عن طريق منصة الفيسبوك من بعد هذا تكوين عن بعد حصلت على شهادة الإثمام اللي كان طبيعة الحال عندها شروط اللي كانت هي حضور جميع الحصات المبرمجة لإطلاع على تسجيل الحصات في حالة تعد الحضور إنجاز المهم الأسبوعية المشاركة في النقاشات البناء حول المهم الأسبوعية إرسال مهم نهائية لإثبات المعارف والمهارات المكتسبة خلال التدريب بعد هذا التدريب عن بعد استفدت أيضا من تكوين حضوري بمدينة أصيلة وهذا التكوين كان تكميلي أو نقدر نقوله تطبيقي لما استفدنا منه عن بول نعم أستاذا حيات من بعد مسالتي التدريب واشقدرت تطبيقي ذلك الشي اللي تعلمتيه مع تلامديديا ولك إذن أستاذا لبناء نبغينا نشير إلى خلال التكوين كان عندنا عدة وحدات نذكر الوحدة الأولى اللي هي الوصول إلى المعلومة الوحدة الثانية تقييم المعلومة الوحدة الثالثة خلق المعلومة ووحدة الرابعة تقنية التحرير إذن أنا من مسال التدريب أركزت بالأساس داخل قسمي على الوحدة الأولى والوحدة الثانية لأن المعلومة الآن بفضل أنترنت أصبحت متاحة ولكن سؤال لكي تطرح واش كل معلومات مصادرها موثوقة طبعا لا لأن التلميذ خصو قبل ما يبحث عن المعلومة خصو يعرف بعض المصادر اللي ممكن ياخذ المعلومة منها وبكل ثقة وهنا دور دي الأستاذ يعني دور توجيهي وما خصناش نساوي حد مسألة أن ويكيبيديا تعتبر مصدر موثوق بحكم أن نشر المعلومة في موسوعة ويكيبيديا لا يتم بطريقة عشوائية بل هذا الأمر يخضع لشروط ومعايير ومن بين هذا شروط ومعايير هو توفير مصادر المعلومة إذن إلا علمنا تلاميذ كيفاش يوصلوا للمعلومة فاحنا بالأساس سنشجعوهم على البحث يعني أن هذا التلميذ تيولي يبني المعرفة دياله وهذه تتمي عنده مهارة الاستيقلالية في التعلم وهذا الأمر أصبح مطلوب في المنظومة التعليمية لأنه لازم نشاركوه التلميذ في العملية التعلمية أمر آخر مهم واللي طبقته في داخل القسم أيضا منين غادي يوصل التلميذ للمعرفة خاصة ننطالبوه بأنه يذكر المصدر اللي يخدم منه هذه المعلومة لأن هذه هي أيضا أمانة علمية فبهات طريقة تنربي التلاميذ على المصداقية والشفافية إذن إلا صبح التلميذ تيبحث في مصادر موطوقة فغادي نمي وبشكل تلقائي مهارة تقييم المعلومات إلا إحنا وصلنا الوحد التلميذ كيوصل المعلومة وتيعرف في ميز ما بين المعلومة دات المصدر الموطوق والمعلومة لغير ذلك فإحنا ربحنا تلميذ باحث ومطلع وناقض أيضا فيما بعد جميل جدا الأستاذة حيات هنا سيمونير بغيت نسولك على الصعوبات اللي واجهتكم في الأول أنت في الأول تحدثي لنا أنه من بين العراقي اللي كانوا عندكم وأنه تضفت للنسخة الأولى من التدريب مع الجائحة ديالكورونا ولكن قدرتوا أنكم تغلبوا عليها واش واجهتكم عراقي الأخرى نعم يعني كانت هناك عدة صعوبات بعض الصعوبات كانت مرتبطة بالتدريب في حد ذاته وبعض الصعوبات كانت مرتبطة بالمناخ العام للمغرب ولمنظومة التربية بصفة عامة ولعل يعني من أبرز الصعوبات التي نواجهها هي استقطاب يعني عدد من كبير من الأستاذة من أجل استفادة منها من التدريب يعني نقوم بمجهود كبير من أجل يعني من أجل تحفيز الأستاذة للاستفادة من هذا التدريب بعض الأستاذة لديهم تصور تصور سيلبي أو تمتل سيلبي مسبقة حول ويكيبيديا وبالتالي بالمجرد أن يرى أن التكوين يعتمد على ويكيبيديا من أجل تطوير الوعي لمعلومة فهو يبتعد على هذا الأمر يعني بسبب تمتله المسبق وبعض الأستاذة يعني يرون أن يعني ربما ليس لديهم حافز كافي من أجل تطوير يعني تطوير معهارتهم وتطوير أنفسهم في يعني في مهنتهم وهذه يعني هذه الأمور جعلت من الصعب استقطة بعدد كبير من الأستاذة لكن يعني نحاول دائما أن نبتكر طرقا جديدة من أجل تحفيز الأستاذة للاستفادة مع هذا التدريب وتطوير هذه المهارة التي نعتبرها من أهم مهارة القرن الـ 21 وهي مهارة محوظ الأمية الإعلامية والمعلوماتي لا أعرف هل أجبت عن السؤال أم لا نعم سيمونير وكان واحد شق منه كان ميت السؤال اللي كنت بغى نطرح عليك حاليا هو وشكين واحد الإقبال من عند الأستاذة وباش يشاركوا في البرنامج وشكون هي الفئة أو التخصصات تعالى الأستاذة اللي تتشوفون أكثر اتماما بهذا التكوين هذا نعم يعني يمكن أن نفيئ الأستاذة الذين يشاركون معنا فهناك فئة جد متحمصة ويعني لديها حافز كبير مثل الأستاذة حياة مثلا فطبعا هناك فئة يعني تكون متحمصة لهذا التدريب وهناك فئة تكون متحمصة لكنها لا تكون يعني ملتزمة بشكل كبير يعني رغم الحافزية إلى أنها لا تستطيع الالتزام يعني يبدأون التدريب لكن غالبا لا يتمموا جميع الواجبات وهناك فئة فضولية فقط يعني فقط تنخرج في التسجيل تتسجل يعني تعب استمار التسجيل لكن حين يبدأ التدريب بشكل فعلي نجدهم أنهم يعني لا لا يرغبون في تلقي التدريب يعني ولجوا إليهم باب الفضل فقط فيعني هؤلاء هم الفئات من الأساسدة الذين نشتغل معهم وطبعا فالتدريب مستمر بفضل فئات الأساسدة المتحفزين الذين يرغبون في استوير مهارتهم ويعني مهارتهم المهنية وتحسين المنتوج الذي يقدمونه للمتعلمين خصوصا أنهم في المغرب يعني التكوينات التي يستفيد منها الأساسدة يعني ليست كثيرة هناك يعني نقص في التكوينات المهنية وهناك تكوينات مهنية مدفوعة يعني الأساسدة لا يستطيعون يعني تغطية نفاقات هذه التدريب وبالتالي يعني نحن نقدم تدريب مجاني وهو يكون فرصة يعني مواتية للأساسدة الذين يلغبون في استوير يعني في استوير مهارتهم يعني نعم هنا سيمونير كيفما كان عرفوا أن البرنامج اللي كتخدموا عليه تتماشى الأهداف دياله مع الأهداف لحساتها أو لليستراتها وزارة التربية والتعليم هنا بغيت نطرح لكم وحد سؤال وهو واش قدرت تدير علاقات أو شراكات مع مع الوزارة أو لمع الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم نعم طبعا هناك عدة تقطعات مع يعني التوجهات العامة لوزارة التربية الوطنية في المغرب سواء فيما يتعلق باستخدام الأمن للأنترنت أو تنمية معارات يعني معارات النقدية بصفة عامة يعني مجموعة من الأمور التي تسعى الوزارة لإستويرها يعني نوفرها من خلال هذا التدريب ويعني بفضل هذه التقطعات نجحنا في عقد شراكات مع مديريات مديريات التربية الوطنية في عدة أقاليم من بينها إقليم الحاجب وأيضا اشتغلنا مع إقليم مولاي عقوب ومؤخرا مع أكاديمية الرباط صدق نيطيرا يعني هذه الشراكات كانت مهمة ويعني حققت أهداف يعني أهداف جد مهمة تخرجة من خلالها عدة أستيدة لكن مع ذلك يعني نطمح دائما إلى عقد شراكات جديدة وليما لعقد شراكة مع وزارة السربية الوطنية من أجل تجاوز واحد من أهم الصعوبات التي تواجه هنا وهي يعني استقطاب عدد كبير من الأستيدة الاستفادة من التدريب جميل جدا سيمونير العمل اللي كتقموا به كيف ما قلتو كي المجموعة من الدول اللي تبنات هذا المشروع وخدام لي واش تتخدموا بتنصيق معهم أو لا مثلا تديروا اجتماعات كتحاولوا تعرفوا المشاكل اللي كان عند مجموعات الاخرية تحاولوا تلقوا حلول ما حلول اللي غتعونكم بصفة عامة نعم هو يعني البيئات تختلف البيئات التعليمية في المغرب تختلفوا عن البيئة التعليمية في دول اخرى لكن مع ذلك يعني نحن دائما نطالع مستجدات لبلدان الاخرى حاليا هناك بوليفيا هناك فليبين هناك عدة دول افريقية قامت بتنزيل هذا البرنامج مؤخرا رأينا ان دول عربية مثلا اليمن مؤخرا قامت ايضا بتنزيل البرنامج في اليمن يعني فهناك اهتمام دولي بتنزيل هذا البرنامج هناك مجموعات نجحت في عقد شاركات مع وزارة التربية في بلدانها هناك مجموعات ما زالت تسعى الى التشكيل يعني مجموعات من الاساسد من اجل تدريبهم يعني الصعوبة تختلف من دولة لاخرى حسب الظروف العامة لكل بلد لكن نحن يعني في المغرب نحاول الاستفادة من تجارب جميع الدول ويعني ايضا لدينا طموح طموح ان نفتح هذا التدريب الى يعني في وجه الاساسد من بلدان عربية اخرى خصصا انه كما قلت اشغلنا على استوير منصة رقمية لليد كوين وهذه المنصة هي باللغة العربية وبالتالي لا نريد احتكارها بل نريد ان يستفيد منها اكبر عدد ممن يمكنهم الاستفادة ومن يمكنه الاستفادة هو جميع الناطقين باللغة العربية اي جميع الدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبالتالي نطمح الى فتح المنصة في وجه الاساتيدة من جامعة هذه البلدان وتوسيع النطاق الجغرافي للمستفيدين من التدريب واستغلال التجربتنا المسبقة والتجربة التي ركمناها من اجل خلق تأثير اكبر في المغرب بالخصوص وفي العالم بشكل عام لاننا ايضا نقوم بعقد اجتماعات مع مع مجموعات ويكيميديا من البلدان التي تريد تنزيل هذا البرنامج وانا منحهم المصائح التي قد يحتاجونها من اجل تنزيل البرنامج بالنسبة لك سيمونير انتا استيبراهيم استيراشيد والاستادة سوكينا مدربين معتمدين من طرف ويكيميديا في هذا البرنامج هذا اشنو هما الاجراءات او الخطوات اللي تتابعتوها باش قدرتوا تحصلوا على الشهادة لتدخول لكم تدريب ذي الاساتيدة نعم يعني كي يصبح الشخص مدرب في هذا البرنامج في برنامج قراءة ويكيميديا في الفصل عليه أن يعني أن يشتاز تدريبا يسمى تدريب المدربين هذا التدريب إذا نجح فيه الشخص يحصل على شهادة وقهله للعمل في هذا البرنامج تدريب المدربين يعني يمكن أن نقول أنه يهتم بشقين أساسيين يهتم بالشق الأول وهو شق معرفي يعني كيف يمكن أن نستغل الويكيبيديا من أجل تطوير المهارات الرقمية وخاصة المهارات يعني محو الأمية الإعلامية والمعلومات عند الأساتذاء ويعني من أجل التمكن من هذه المهارات يجب على الشخص أن يكون له إلمام مسبق بكل ما يخص ويكيبيديا بصفة عاملة يعني سياسات ويكيبيديا التقنيات المستخدمة في ويكيبيديا إلى آخره هذا الشيق الأول هو شق معرفي بالنسبة الشيق الثاني هو شق تقني متعلق بكيفية تنزيل البرنامج فمثلا أن شخص اجتستوه بعد اجتياز التدريب يجب أن أصبح قادرا على تنزيل البرنامج أي أن أكون قادرا على طلب منحة من أجل تنزيل البرنامج أن أكون قادرا على عقد شراكات أن أكون قادرا على تسير هذا البرنامج من ناحية المالية ومن ناحية الإدارية إلى آخره يعني هناك شق تقني سيري متعلق بتسير البرنامج وتنزيله وشق معرفي متعلق بالتعلومات والمنهجية المعتمدة في التدريس أستاذة حيات أنت كأستاذة دي اللغة الفرنسية وقد أعطي لها التكوين هذا أشنو ممكن تقولي لنا على تجريبتك الظروف اللي مريتي منها؟ إذن فيما يخص التكوين فأكيد أنا استرفت من أشياء جديدة وتلاقيت ماء ستدم مختلف في مدن المغرب وتشاكنت تجارب دينا بالنسبة لي الأهم أنني تعرفت خلال تكوين ويكيبيديا داخل القسم على مجموعة ويكي ميديا المغرب لأنه خلال الحصة الافتتاحية للتكوين تم التعريف بالمجموعة وبأهدافها وأنا بقيت شغوفة بشتعرف المزيد على ويكي ميديا المغرب وهذا الشغف كنت شاركته مع سيمونير وكان أكثر حالية باش نخرط مع فريق عمل في مشروع الفن تشكيلي بالمغرب فيما بعد حضرت الاجتماع دينا لمجموعة مستخدمين ويكيبيديا المغرب وفخلال هذا الاجتماع تم التعريف بالمشاريع المختلفة التي يشغلوا عليها في الحقيقة عجبتني الفلسافة دي الويكي ميديا والأهداف ديالها لهذا الخرط في العمل في بعض هذه المشاريع وأنا جد مقتنعة بأنها تجربة غنية بالمعرفة اللي نبغي نأكد بأن تكوين ديالويكيبيديا داخل القسم شخصياً افتح لي أفاق جديدة مع ويكي ميديا وتمكنت أنني نحضر لتكوينات مستمرة ومتنوعة وهذا الأمر أنا أعتبره شخصياً مهم من أجل تطوير المهارات الذاتية والعملية والاجتماعية الأساتي دا اللي تسمعونا اللي بغاوا يشاركوا في مشروع قراءة ويكيبيديا في الفصل أشنو خاصهم يديروه شنو هي الطريقة المشاركة والقطوات اللي خاصهم يتبعوها السيمونية نعم إذن من أجل المشاركة في هذا التدريب والاستفادة من هذا التدريب يجب فقط ملء استمارة استمارة التجيل هذه الاستمارة تكون متوفرة منذ بداية انطلاق التجيل يعني غالباً انطلاق التجيل يكون بداية السنة يمكن الحصول عليها من صفحات مجموعة مستخدمة وكيبيديا المغرب على الفيسبوك ومن هنا يعني أدعو كل من هو مهتم بهذا الاستفادة من هذا التدريب أن يتتبع صفحتنا على الفيسبوك لأن الصفحة هي الوسيلة الرسمية أو القناة الرسمية التي نعلن من خلالها عن برامجنا وبالتالي الإعلان عن انطلاق التجيل في هذا التدريب تكون من خلال صفحة الفيسبوك والإعلان يكون يعني مرفقاً برابط التجيل يعني يكفي أن يعبئ الأستاذ أو الأستاذة هذا الرابط كي يكون يعني مسجلاً وسنتصل به بعد مدة كي نرسل له الإرشادات اللازمة من أجل بداية التدريب شكراً سيمونير على الجواب ديالك وكتذكير فبنسبة للمستمعين اللي بغوا يعرفوا جميع البرامج اللي تنقوموا بهم أو للأنشطات ديال المجموعة فإن كلكم تعرفوها انطلاقاً من صفحة ديالنا ديال الفيسبوك اللي هي مجموعة مستخدمين في ميديا المغرب أو لا تويتر أو لا الأنستغرام شكراً على الجواب ديالك ككلمة آخيرة أريد فقط أن أقول أن ويكيبيديا هي فعلاً هي مستقبل المعرفة الحورة في العالم وبالتالي لا يمكن أن نتجهدها يعني خصوصاً نساء ورجال التعليم يعني أنهم في اشتغالهم يكونون في احتكاك دائم مع المعلومة ومع المعرفة وبالتالي يجب على نساء ورجال التعليم أن يعطوا اهتماماً أكثر لمسوعة ويكيبيديا كآدات بيضاغوجية من أجل الطوير المعارة الأقمية خاصة معارة الوعي الإعلامي والمعلوماتي وأيضاً ليس فقط استخدام ويكيبيديا بل يجب عليهم أيضاً أن يصبحوا مساهم في نشر المعرفة خاصة المعرفة المحلية المتعلقة بالمغرب لأن مرة أخرى الأستاذ هو أكثر شخص يعني يحتك بالمعرفة وهو أكثر شخص تتوفر لديه المعرفة وبالتالي هو أكثر شخص مؤهل لينشر المعرفة المتعلقة بثقافته المحلية ويعني يعرف بالمغرب حول العالم وبالتالي هذه دعوة للجميع من أجل الإنخيرات في هذا التدريب لأنه أولاً تدريب يطور مهارة المهانية للأستاذ وأيضاً يمنح لي الأستاذ فرصة كي يصبح مناظراً في قضية إنسانية وهي قضية نشر المعرفة الحر شكراً شكراً لك سيمونير هنا أيضاً بريد نعطيك كلمة آخرة لأستاذ حيات أنا أعتبر أن تجربة ويكيبيديا داخل القسم تجربة رائدة وبكل المقاييس لهذا أنا أشجع الفريق المشرف على هذا المشروع على الاستمرار واستهداف أكبر عدد ممكن من الأستاذة في مختلف الموديل المغربية أود أيضاً أن أنوي بالعمل الجاد لفريق التواصل لمجموعة ويكيبيديا المغرب من أجل إعداد وتقديم حلقات البودكاست الشهري فأكيد أن الاستمرارية في العمل الفعال لازم تتحقق النجاح أشكركم بحرارة على اختيار المواضع والضيوف هذا شرف أنه يكون لنا في المغرب بودكاست بهذا المستوى الرافع مزيداً من الرقي في هذه المسيرة الموفقة شكراً لكم شكراً لك الأستاذة حيات على الشهادة الجميلة في حق المجموعة شكراً لك الأستاذ مونير على العمل اللي كتكموا به في هذا البرنامج هذا شكراً على الروح التطوع ديالكم وعلى المساهمة ديالكم في الرقي والزهار ديال الوطن ديالنا شكراً مستمعين الكرام شكراً لضيوف الأعزاء السيمونير والأستاذة حيات على الحضور ديالكم معنا والحوار ديالكم شكراً على المعلومات اللي تقسمتهم معنا أنا شخصياً استمتعت معكم ونتمنى يكونوا حتى الضيوف تعنا استمتعوا معنا ودوز وقفة ممتعة أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غداً دربيكم موعد جديد مع حلقة جديدة وموضوع جديد ويوف جداد دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة